السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بازن الله النهاردة هيكون موجود معانا منحة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما اتكلم عنها احب اوضح اللي احنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلاقى عليها كل شيء. منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا. ودول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع وي السفر الى الخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة تعمل بكل سهولة. بالاضافة كمان كنا وفرنا فرصة حصرية عن طريق قناتنا من خلال عملية التقديم والابول. وكانت فرصة التطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف. وتم علينا الفعزين في هذه الفرصة وان شاء الله بازن الله يكون موجود معنا فرص جاية كتير. التقديم والابول فيها حصرية عن طريق قناتنا. بالاضافة كمان كنا وفرنا خدمة المساعدة في التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزة تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يا ريت تعمل وتضغط على الجرس صوير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب ان اوه كمان جماعة رابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على الفيسبوك. ورابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي نتكلم عليها النهاردة هتلاقوا موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. هي منحة حكومة بريطانيا الممولة بالكامل. طبعا في ناس كتيرة جدا سمعت عن المنحة دي. محتاجين يفهموا اكتر عنها ايه مميزاتها. المنحة دي هي منحة دولية. ومنحة ممتازة جدا. ويعني منحة معروفة يعني. فبالتالي الصراحة يعني من من المنحة الممتازة واللي بتكون ممولة بالكامل وشاملة كل حقيقة. طيب خلنا نتعرف على التفاصيل. الدولة المقدمة للمنحة دي هي دولة بريطانيا. تمام? اه الجهة المنحة هي حكومة بريطانيا اللي هي اسم المنحة تمام? اه بالنسبة للدول المتاحة للتقديم كل دول العالم متاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية متاح لك التقديم من غير اي مشكلة. تمام? فدي برضو من مميزات المنحة انها متاحة لكل الدول. بالنسبة للمرحلة الدراسية المتاح لها المنحة دي. المنحة دي متاحة فقط لدرجة الماجستية. الناس اللي عايز تدرس درجة الماجستير تقدر تقدم لهذه المنحة. لو انت مخلص بكالوريوس. او في اخر سنة من البكالوريوس تقدر تقدم على هذه المنحة. طيب. لو فيه شخص مثلا مخلص ماجستير وعايز يقدم الماجستير تاني متاح برضو مفيش مشكلة. لكن دراسة درجة الدكتوراء او درجة البكالوريوس في هذه المنحة غير متاح. تمام كده? يبقى هي متاحة فقط لدرجة الماجستير. طيب بالنسبة ليه التمويل الخاص بالمنحة دي. تعال بقى كده نمسك التمويل واحدة واحدة. اول حاجة حضرتك رسوم الدراسة مجانا. انت مش هتدفع اي تكاليف خالص للدراسة في المنحة. تمام? هي منحة هتكون شاملة لك كل حاجة مش تدفع اي رسوم. اضافة ان تذاكر التارون مجانا من بلدك الى بريطانيا. تذاكر التارون زهاب وعودة. انت هتاخدهم بالمجان مش هتدفع لهم اي تكاليف. هيكون فيه كمان راتب شهري كبير لتغطية مصاريف المعيشة. فيه راتب شهري انت هتاخده. راتب شهري ده كبير وهيكفيك. طبعا هما ما بيحددوش الراتب الشهري كام لانه بيختلف من سنة لاخرى. نظرا لاختلاف يعني ظروف المعيشة اه ومسلا والظروف الاقتصادية من وقت الاخر. فبالتالي هو بيبقى الراتب الشهري ده اه محدد على اساس عوامل كتيرة جدا. لان المنحة دي منحة حكومية وزي ما هنتكلم بعد شوية مشارك فيها جامعات كتير. فبالتالي الراتب الشهري هيتحدد على اساس المنطقة اللي انت هتدرس فيها. وعلى اساس الجامعة اللي انت هتدرس فيها. تمام? اه طيب ده بالنسبة للراتب الشهري. هيكون فيه كمان مكافأة مالية عند الوصول لأول مرة لبريطانيا. هتاخد كده زي اه اه حاجة زي مكافأة كده لما توصل لأول مرة قبل ما تبدأ الدراسة. مكافأة مالية هتاخدها. تمام? كمان الميزة بقى لما بتلاقيهاش في منح كتيرة توفير توفر المنحة التأشيرة لدخول بريطانيا. يعني بالنسبة للتأشيرة ومصاريف التأشيرة والسفارة وتعقدات السفارة والحسابات البنكية والكلام ده كله انت مش هتعمل في اي حاجة خالص. انت مجرد المنحة تبعت للخطاب القبول. حضرتك هتاخد خطاب القبول ده. وهتروح به للسفارة وهم عارفين عن المنحة وعارفين عن كل تفاصيلها. هيخلصو لك الاجراءات بسهولة وبيسر من غير اي تعقدات خالص. او حتى طلب حساب بنكية او اي شيء. تمام كده? طيب كمان المنحة هتوفر مصاريف حضور المؤتمرات والابحاس وغيره من المصاريف. هيكون فيه طبعا حضور مؤتمرات ممكن تكون داخل بريطانيا في دول اخرى. كل التكاليف حضور المؤتمرات والابحاس. ومسلا مصاريف كتب او اي شيء كل ده هيكون على حساب المنحة انت مش تدفع حاجة. يعني اللي احنا نستنتجه من المنحة دي ان كل حاجة ممولة عليهم حضرتك هتاخد شانطتك ازا تقابلت وهتسافر مباشرة مش هتدفع اي شيء خالص. طيب ده بالنسبة للتمويل. بالنسبة للتخصصات والجامعات المتاحة في المنحة دي. ركز بها معي. لما اقول لك منحة حكومية يعني مشارك فيها جامعات كتير. فكل جامعات بريطانيا متاح التقديم فيها للدراسة. كمنحة تابعة للحكومة. يعني الحكومة هي اللي مقدمة المنحة دي. وانت لك الحاجة تختار الجامعة اللي انت عايزها في بريطانيا وتدرس فيها. والحكومة هتمول لك الدراسة. تمام كده? وعشان تشوف كل التخصصات المتاحة وتجد التخصصات والجامعات من اللينك ده. انا هنا هتطلقوا اللينك ده. تقدر تبحس عن التخصص اللي انت عايزه. وتشوف التخصص اللي انت عايزه موجود في اي جامعة وتشوف الجامعة المناسبة لك. طيب تعال هنخش على اللينك ده كده. هتقدر على كلمة هنا. تمام? هيفتح معاك اللينك بالشكل ده. زي ما احنا هنشوف. ده الموقع طبعا الخاص بالمنحة نفسها. تمام? وهنا بيديك الكورسز. اللي هي الكورسات اللي انت متاح التقديم عليها. طيب. هتلاقي في حضرتك في الجزئية دي. في الجزئية دي من هنا هتلاقي جزئية السيرش. ليه كل حال انك تكتب التخصص اللي انت عايزه. وهيطلع لك الجامعات اللي انت متاح التقديم لها. فلياكم مسلا انا عايز تخصص سيفل انجنييري. فاكتب مسلا سيفل انجنييري مسلا. تمام? وبعدين اضغط على كلمة سيرش. ولو انت في منطقة معينة في بريطانيا. انت عايز مسلا تدرس فيها. هنا دي المناطق اللي موجودة مسلا لندن. اه شوف المنطقة اللي انت عايزها في بريطانيا عايز تدرس فيها. برضو ممكن تتحدد بالمنطقة او تسيب اول يعني تسيب كل او تظهر لك كل الجامعات المتاح فيها البرنامج ده. فتضغط على كلمة سيرش. تمام? هيطلع لك هنا الجامعات المتاح لها التقديم. اهو. بدت الجامعات تظهر معي زي جامعة اي ار يو. اه كل دي جامعات. فيها السفل انجني. كتبين لك هو ده التخصص اللي انت بتدور عليه. موجود في كل الجامعات دي. بتشوف الجامعة المناسبة لك. وبتحدد ايه الجامعة اللي انت عايز تدرس فيها. تمام كده? عرفنا ازاي بينحدد الجامعة والتخصص? بتكتب التخصص هنا. وبيبدأ التخصص يظهر لك في الجامعات اللي موجود فيها. طيب. تعال بقى نرجع تاني هنا نكمل شرح المنحة. ايه هي الاوراية المطلوبة في المنحة دي? حضرتك مطلوب منك في هزي المنحة اه بعض الملفات وبعض الاشياء. زي سورة اخر مواهل دراسي انت حصلت عليه. يعني لازم مسلا تكون شهرة البكالوريوس معاك او انت لو في اخر سنة من البكالوريوس اه يبقى مسلا تقدم اه كشف درجات السنة اللي قبل. يعني انت مسلا في سنة رابعة من درجة البكالوريوس في اخر سنة يبقى تجيب السنة اللي قبلها مسلا السنة التالتة. تمام كده? يبقى لازم يكون معاك سورة اخر مواهل دراسي. مطلوب كمان من حضرتك اتنين خطبات توصية. مطلوب اتنين يكونوا موجودين معاك. اه داخل المنحة في مقالات اسمها مقالات النية. مقالات كتيرة شوية. فانت لازم تكتب المقالات دي بشكل جيد وبشكل احترافي لانها من اهم الاشياء اه برضو اللي بيتم التركيز عليها. مطلوب منك السيرة ازاتية بتاعتك. اه بتاعك. تمام كده? طبعا دي اوراق بسيطة. ولكن العملية التقديم للمنحة نفسها هنشوفها بعد شوية يعني فيها كزا حاجة كزا شيء. فهحاول تكمل وتركز معي. هنا عندنا ملاحظة ان هذه المنحة ليس بها حد اقصى للعمر للتقديم. انت مش مطلوب يعني مش مفيش للعمر. اه اهم حاجة تكون فوق التمنتاشر سنة متاح ليك التقديم. فيما اعلى ما فيش اي مشكلة خالص. سنك تلاتين اربعين. ما فيش اي مشكلة خالص. اعلى حتى من اربعين خمسين. متاح ليك التقديم في المنحة دي. ودي من اهم مميزاتها انها مش بتشترط العمر. كمان المنحة دي لا تحتاج اه شهارة لغة انجليزية عند التقديم. تمام? السنة دي وتعتبر السنة المميزة في المنحة. المنحة دي كل سنة بتطلب الايلتس او التويفي اللي وبتطلب شهادة دولية في اللغة الانجليزية. السنة دي تعتبر هالسنة الوحيدة اللي المنحة عملت اعفاء لشهادة اللغة الانجليزية. بسبب طبعا الظروف اللي احنا فيها ظروف كورونا. عشان كده المنحة لغت شهادة اللغة الانجليزية واصبح ممكن تقدم من غير شهادة اللغة الانجليزية فدي ميزة قوية جدا هتساعد كل الناس انها تقدم للمنحة اذا فاطن عايز اقول ملحوظة كمان ان المنحة دي بتقبل حوالي الفين شخص كل سنة يعني عدد كبير يعني انت فرصاتك برضو كبيرة في القبول في هزي المنحة طيب كمان اه هنا عندنا ملاحظة ان يجب ان يكون الشخص اللي ده خبرة عمل بمجموعة سنتين على الاقل في خلال حياته بشكل عام يعني ايه الكلام ده يعني مطلوب من حضرتك يبقى عندك خبرة في العمل يعني مسلا انا اشتغلته انا بدرس انا اشتغلت بعد الدراسة حاول تجمع كل الشغل اللي انت اشتغلته سواء شغل مدفوع الاجر او غير مدفوع الاجر سواء عمل تطوعي سواء تدريب سواء الحاجات دي حاول تجمعها بحيث انها تجمع لك سنتين مسلا على الاقل تكون انت قدتهم في خبرة العمل تمام? فخبرة العمل هنا بتشمل سواء عمل مدفوع الاجر او عمل غير مدفوع الاجر. مش شرط يكونوا سنتين انت اشتغلتهم ورا بعد. ممكن عادي طيلة حياتك تجمع على الاقل شغل مسلا انت اشتغلته شهرين فيه شغل اشتغلته تلات شهور فيه شغل اشتغلته اربع شهور بتحاول تجمع كل الشغلانات اللي انت اشتغلتها بحيث يطلعوا على الاقل سنتين. تمام كده ده برضو من شروط الملح. طيب اه هنا عندنا بقى بالنسبة لكيفية التقديم للملحة. ركز معي عشان فيه خطوتين هنا لازم تعملهم. اول حاجة لازم تملى المنحة وهنشوفه بعد شوية. فيه المنحة لازم انت تملى. طيب تاني حاجة ودي تعتبر خطوة اللي شوية فيها تعقيدات. يجب التقديم على ثلاثة خصوصات مختلفة في جامعة واحدة او ثلاثة خصوصات متشابهة في تلات جامعات مختلفة من الجامعات الموجودة البريطانية. يعني ايه? يعني انت حضرتك بتقدم في المنحة وفي نفس الوقت لازم تقدم في الجامعة اللي انت عايز تدرس فيها. على سبيل المثال مسلا انا لما جيت بحاست الكورسات هنا تلاقي لي الجامعة دي. تمام? انا مسلا انا عايز اقدم في تخصص فهروح اقدم للجامعة دي. وهروح اقدم للجامعة دي. وهروح اقدم للجامعة دي. كده انا قدمت على نفس التخصص في تلات جامعات مختلفة. عشان اضمن ان يجي لي قبول في اي جامعة من الجامعات دي. طب قدر جالي اتنين مسلا قبول. طب قدر جالي التلات قبولات. يبقى انت مسلا تختار الجامعة الاقوى اللي انت مسلا عايز تدرس فيها. وتختارها بنفسك وتكمل الدراسة فيها. تمام? فانت الملحة طلبة منك تقدم في تلات جامعات في نفس التخصص او انك تقدم في نفس الجامعة على تخصصات مختلفة. بمعنى مسلا انا لو عايز اقدم في الجامعة دي لازم اقدم في تلات تخصصات مختلفة. انا اقدم مسلا في الهندسة المدنية اقدم مسلا ممكن اه عايز اقدم مسلا في تخصص قريب من الهندسة المدنية مش نفس التخصص تخصص تلات مختلف. يبقى انا اخترت جامعة واحدة تلات مختلفة او تلات جامعات مختلفة وتخصص نفسه ثابت في التلات جامعات. تمام? لازم تركز على النقطة دي. والافضل انك تقدم في تلات جامعات مختلفة ويكون نفس التخصص ده اللي بتفضله المنح. طيب كده اتكلمنا عن كيفية التقديم فبالتالي انت لازم تركز كويس ان التقديم هنا على مرحلتين وفيه تحقيقات شوية ان لازم انت كل جامعة بقى فعشان تقدم لجامعة نفسها انت بتدخل لكل جامعة تدخل البروفايل لكل جامعة وبتملى الابليكيشن الخاص بكل جامعة وتشوف بقى شروط كل جامعة ايه وايه آآ بتمشي على هزيه الشروط تمام كده عشان يكون الموضوع واضح طيب آآ آخر موعد للتقديم في المنحة دي هو تلاتة نوفمبر الفين وعشرين لسه معاك وقت تقدر انك تجهز حالك آآ ترتب كل شيء آآ ولكن انا عايز اقول نقطة آخر موعد للتقديم في ابليكيشن المنحة هو تلاتة نوفمبر ولكن آخر موعد للتقديم في الجامعات نفسها يعني انت الجامعات دلوقتي متاح لك التقديم ليها وتحصل على آآ قبول من احد هزي الجامعات بحد اقصى خمستاشر يوليو الفين واحد وعشرين يبقى انت لازم بحد اقصى خمستاشر يوليو الفين واحد وعشرين تكون حصلت على قبول من احد الجامعات اللي انت قدمت لها تمام كده ولو هتتقيبل بقى في الجامعة خلاص انت تقابلت في الجامعة بعد كده المنحة بتكمل التمويل في الجامعة اللي انت تقابلت فيها طيب بالنسبة لمواعد بدء الدراسة في الجامعة انت هتبدأ امتا دراسة الدراسة هتبدأ في خريف الفين واحد وعشرين اللي هو السنة الجاية مسلا على شهر سبتمبر هتبدأ الدراسة تمام كده فبرضو الناس اللي في اخر سنة ده هيكون كويس له وهنا عندنا ملحوظة ان احنا قخانات منح من كل الالوان بنقدم طبعا خدمات كتيرة جدا زي خدمة التقديم بشكل احترافي لاي فرصة منها انت عايزها يعني لو انت عايز تقدم على الفرصة دي وشايف ان في خطوات معقدة وانك مش تارف تقدم لتلت جامعات وانك مش هتارف اه بشكل احترافي وكل هزي الاشياء احنا هنساعدك بشكل احترافي وهنعمل لك الاشياء المطلوبة اه من خطابات نية واي مقالات موجودة داخل منحة وملء كل ده هنعمله لك بشكل احترافي وطبعا في خدمة تانية بنقدمها اسمها خدمة تجهيز الاوراق تقدر تستخدمها في اي منحة انت عايز تقدم لها بنفسك والخدمة التالت هي خدمة التقديم الافضل وارخص الجامعات للدراسة على حسابك الشخصي وكل خدمة هتلاقي استمرتها موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو تقدر تملك كل استمارة من الخدمات من الخدمة المناسبة ليك واحنا ان شاء الله هنتواصل معاك في عرب وقت تمام كده طيب اه دلوقتي بقى تعالى نشوف المنحة بس اه في نقطة انا انسيتها قبل ما نشوف منحة تعالى الاول نشوف الاعلان الرسمي للمنحة اللي فيه كل التفاصيل انا قلتها فهنا هتلاقي الاعلم رسمي للمنحة ده موقع بقى المنح الرسمي اللي هي موقع حكومة اللي فيه كل التفاصيل عن المنحة من حيث الايه الحاجات اللي بتشملها كل ده تمام؟ طيب هتلاقي الموقع هزهر لك بالشكل ده تمام؟ هتلاقي بالتفاصيل هنا بيكلمك عن المنحة بيكلمك ازاي بيمشي ايه الاشياء اللي انت مطلوب تعملها الاول بتختارها للكورسات بعدكده بتمنى الابليكيشن اونلاين ما الى ذلك فبتشوف الخطوات بتاعت المنحة فده الموقع الرسمي ليهم لو حبيته انكم تتطلعوا على معلومات اكتر تعالى دلوقتي بقى نروح لعملية التقديم هتيجي تضغط على كلمة قدمة الان دي عشان يفتح معاك التقديم الخاص بالمنحة تمام التقديم ما اعتبرش معقد يعني هو بسيط ان شاء الله وبس هم حاجة المقالات اللي مطلوبة فيه طيب هيزهر لك بتاع التقديم بالشكل انت كمستخدم جديد لسه دخل على الموقع على اول مرة هتعمل ايه حضرتك هتروح تضغط على كلمة دي عشان تعمل جديد على موقع المنحة فانا هضغط على كلمة عشان يفتح معايا الابليكيشن اه اللي هو التسجيل المبدئي يعني وتضغط على كلمة دي تمام وهنا هتلاقي هتطلع لك شوية بيانات مطلوبة منك زي اسمك اسم العائلة هنا هو بدأ يطلع لي بتختار بتاعك تكتب ايميلك بتكتبه بشكل صحيح اه رقم التليفون بتاعك تختار الدولة اللي انت مقيم فيها حاليا وبتضغط انك خلاص موافق على كل شروط وكل البيانات الصحيحة اللي انت كتبتها وبعد كده بتضغط على كلمة لما بتضغط على كلمة بتوصلك رسالة على الايميل الرسالة دي بيكون فيها لينك تفعيل انت بتفعل الاكاونت بتاعك وبعد كده بترجع تاني بتاخد بيكون انت يعني انشأت عملتك من خلال اللينك اللي وصلك على الايميل فبتكتب الايميل بتاعت تمام وهنا بتكتب الباسورد اللي انت انشأته تمام انا هكتب مسلا الباسورد اللي انا عملته وبعد كده هعمل اه لوجين تمام عشان ادخل لابليكيشن المنح فطبعا الابليكيشن هزور معي بالشكل ده انا قريدي يعني عملت اه سابقا عشان اشرح لكم عليه دلوقتي فبالتالي انا مش لسه اخش يعني اجاوب على بعض الاسئلة انا وردي جوابت عليها خلاص بس عايز اوريكم ايه هو محطوى الابليكيشن دلوقتي تمام فايزهر لك بالشكل ده هتروح تضغط على كلمة اللي انا عايز اشوف بتاع اللي انا عملته تمام وهنا هيطلع لي رقم بتاعي هيطلع لي اه الدولة اللي انا مقيم فيها حاليا مسلا هنقول فهي المنحة دي ان هي اه شخص متقدم من مصر كتب لك هنا اخر معود للتعديم تلاتة نوفمبر الفين وعشرين بتخلص الساعة اتناشر بالليل تمام وانا هفتعمل لابليكيشن عشان افتح الابليكيشن اوريكم ايه الاشياء اللي موجودة داخله وايه الاشياء المطلوبة فهتلاقي حضرتك هنا كزا يعني مطلوب انك تملاق اول عندنا هو الخلفية بتاعتك هنا دي طبعا اسئلة انا جوابت عليها سابقا وبرضو انت المفروض هتجاوب عليها لما تيجي تعمل في البداية وهتكمل بال اسئلة الناصة تمام زي مسلا هنا لازم تتكلم عنه اللي هي خلفية تعليمية بتاعتك انت درست فين بالضبط اسم المؤسسة اللي انت درست فيها فبتيجي بتعمل اللي هي اضافة التفاصيل الكلية اللي انت درست فيها مرحلة الدولة اللي انت درست فيها تحط كل التفاصيل مجموعة كل شهادة الحاجات دي كلها تمام فبتختار مسلا انا على سبيل المسال خلصت مسلا باكالاريوس باضغط على تمام واختار الدولة اللي انا خلصت يعني او اللي انا حضرت الكلية فيها وبعد كده بعمل بعد كده بتظهر قدامي اسئلة تانية زي مجموعة زي اسم الكلية اللي انت درست فيها كل هزي الاشياء بتطلع قدامك ولما بتخلص حاجة بتلاقي بتظهر لك هنا نوع الحاجة كل كل من دول بيزهر لك تحتها الحاجة اللي انت ضفتها تمام وهنا عندنا الخبرة التعليمية اللي احنا كنا نقلنا عليها برضو بتضيفها تمام بتضيف بقى مسلا ايه اي خبرات تعليمية اه اي خبرات عملية قصدي يعني زي مسلا اه عمل مدفوع الاجر تطوع تدريب كل الحاجات دي بتضيفها هنا وبتعمل تمام حتى لو انت حضرت حاجة اربع شهور حضرت حاجة تلات شهور كل حاجة بتضيفها على حدة لكل الخبرات العملية اللي انت حضرتها بعد كده اللي هي المقالات في مقالات هنا بقى اللي هي بتسمى مسلا زي خطابات النية كده مقالات مقالات عن مقالات عن كل مقالة من دول لازم تكتبها بطريقة صحيحة شايف عندنا كزا مقالة فلازم تهتم بكل هزي المقالات عشان المنحة بتقيم تفكير الشخص من خلال هزي المقالات عندنا كمان هنا تمام دي بقى هنا بتختار الجامعة اللي انت عايز تقدم عليها يعني انا مسلا اخترت الجامعات زي ما شرحنا في Lumion قلنا بتختار آآ طلات جامعات مثلا او طلات تخصوصات مختلفة في جامعة واحدة تمام فانت بتكتب الجامعات اللي انت اخترتها عشان تقدم عليه وخلي بالك الجامعات اللي انت بتحطها هنا مانفحة ترجع تاني وتعدلها خلاص لو حطتها يبقى لازم تلتزم بها مانفحة انك ترجع تغير تاني في الجامعات فبتعملальной اللي انت بتضيف اسم الجامعة انت عايز تقدم عليها في بريطانيا واسم الجامعات. وكل واحدة بتضفها من هنا وبجيوب على الاسئلة دي. تمام? بعد كده دي الشروط بتاعت المنحة تضغط انك موافق على كل شروط المنحة. وبعد كده طبعا اللي هو اه دي زي بعض الاسئلة اه مسلا عندك 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 اعاقة عندك حاجات اه موافق انك تعمل لان بعد القبول اه في هزي المنحة القبول الببدايي هيكون فيه لازم انت تحضره هيكون فيه الصفارة في بلدك. فبالتالي انت لازم تحضر هزا الانترو برضو. تمام? ففيه بعض الاسئلة هنا لازم تهتم بها وبعد لما بتخلص كل ده بتضغط على كلمة وبكده بتاعك وصل للمنحة بنجاح. ما تنساش نقطة مهمة جدا زي ما قلنا. ملء وبرضو في حاجة اسمها التقديم للجامعات. عشان دي تعتبر من ضمن النقاط المهمة. ولازم تاخد قبول من احد الجامعات دي المكسمم خمستاشر يوليو الفين واحد وعشرين. ده بالنسبة ليه عملية التقديم للجامعات واخذ القبول من الجامعة. فشرحنا كده كل تفاصيل المنحة مموالة بالكامل. مش تدفع اي حاجة خالص راتب شاري تذكر طيران مكافأة مالية تأشيرة آآ رسوم الدراسة كل حاجة بالمجانة على حساب الجامعة. فلو حابين تقدموا لها ريت وان شاء الله بازن الله يكون بالتوفيق ولا يقول لكم في هذه المنحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.